الإعلان التركي بالانسحاب من شمال العراق لم ينهي الأزمة التي نشبت مع الحكومة العراقية فبحسب الوقاء على الأرض فإن ما قامت به تركيا هو أقرب إلى إعادة انتشار منه إلى انسحاب جزئي فقد انسحبت ثمان دبابات فقط من مجموع أربعين دبابة تركية متمركزة في معسكر باشقة حتى هذه الدبابات الثمان لم تغادر الأراضي العراقية بل توجهت إلى مناطق أخرى في إقليم كردستان تدافع أنقرة عن وجودها في شمال العراق بالتأكيد على هدف تدريب ومساعدة القوات الكردية في قيتال داعش وهو ما ينفيه العراق الوقائع على الأرض تشير أيضا إلى جوانب غير معلنة من الوجود العسكري التركي كما تؤكد التحليلات العراقية تركيا تقوم بغارات على العراق متعددة أسبوعيا وكلها تهدف إلى ضرب الحزب الكردستاني حزب العمال الكردستاني الـ PKK المحللون العراقيون يستبعدون أيضا أن تتدهور الأزمة إلى مناوشات عسكرية بين الطرفين لأسباب عدة أبرزها انشغال الجيش العراقي بمحاربة داعش على جبهات مختلفة لو كان لدينا قدرة أساسية لو كان هناك استقرار سياسي ولو كان هناك عدم وجود إرهاب وداعش لكنا تحدثنا عن ضربة مباشرة لهذه القوات التحليلات العراقية بتركيز الجيش التركي على محاربة مسلحي حزب العمال الكردستاني أكدها إعلان تركيا إغلاق الجانب التركي من الحدود مع العراق بسبب مواصلة القوات التركية مطاردة مقاتلي الحزب الذي تصنفه أنقرة حزبا إرهابيا ندى تويتري العربية